السوريون حتى الآن إحصاء العناصر الأجنبية المنتشرة على امتداد جغرافيتهم وإن لم يكن المجال يتسع للسؤال عن سبب وطريقة وصول تلك الجماعات لتصبح جزءا من التركيبة العسكرية وربما الاجتماعية فيما بعد يبقى الحديث عن المرحلة الراهنة مشوبا وملئا بعلامات الاستفهام منطقة شمال غربي سوريا ظلت حاضنة للجماعات الجهادية وعدت في مرحلة سبقت معقلا أساسيا للتيار الجهادي قبل أن ينقلب الجولاني عليهم ويفكك تجمعاتهم ويبعثر قواتهم ويسيطر على معاقلهم بالحيلة مرة وبالحروب والمعارك تارة أخرى وقد أغلق تلك المرحلة بمعارك قبل أيام في ريف جسر الشغور استولى فيها على جماعة أبو فاطمة التركي وتصالح مع مسلم الشيشاني لا مكان للمتطرفين والمتشددين في دولة الجولاني الجديدة إذن وتلك الرسالة قرأها الحزب التركستاني جيدا وبات يسعى للحفاظ على وجوده من غير أن يزعج الجولاني أو يلفت انتباهه وهو ما يبرر الاجتماع الأخير الذي عقده في إدلب تحت رعاية هيئة تحرير الشام في رسالة عنوانها ناشطون بالخضوع والولاء الحزب التركستاني ظهر في سوريا نهاية عام 2012 وتركز في مدينة جسر الشغور وسهل الغاب وبعض المناطق من جبل الأكراد والتركمان في ريف اللاذقية عقب تحريرها من النظام وشارك في المعارك ضده وانفرد في بعض الجبهات مثل القرقور والمشيك وخربة الناقوس حافظ الحزب على علاقته الجيدة مع هيئة تحرير الشام وكان عرابها القيادية البارز أحمد الأزبكي الذي درب العصائب الحمراء ذراع الهيئة الأمني وتكفل بإبقاء المسافة قريبة بين التيارين مستغلا ثقل الحزب بأكثر من ثلاثة آلاف عنصر وكذلك خصوصيته من خلال إحضار عوائل المقاتلين الأجانب إلى مناطق وجوده فضلا عن انضمام عدد كبير من السوريين إلى صفوفه باسم لواء الأقصى نهاية عام 2017 تحركات الحزب الأخيرة لا يمكن للمتابع قراءتها لكن لا بد أن الرسائل التي بعثها مؤخرا وصلت إلى الجهة المطلوبة ولعل الجولانية أنهى الجدل حول ملف التركستان منذ تصاعد المواجهات مع التيارات الجهادية مؤكدا في تصريحات نقلت عنه بأنهم مختلفون وموجودون في سوريا منذ سنوات طويلة ويتعرضون للإضطهاد في الصين لكن صراعهم خارج الحدود يعنيهم فقط ولا يشكلون تهديدا خارجيا وفي نهاية المطاف أعلن ترحيبه بهم طالما التزموا بالقواعد والخطوط وأنا حديثه بالقول كذلك يفعلون يعني شورا دا أمامي برادة